مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غذينتكلموا فيه على آخر مستجدات الساحة السياسية المغربية في نقطة الأولى غذينشوفوا هل سيؤثر قرار محكمة العدل الأوروبية سلبا على المغرب في نقطة الثانية غذينشوفوا كيفاش أن فرنسا تلجأ للتصعيد ضد المغرب في النقطة الثالثة الصين تفضح رسميا النظام الجزائري بعد ترويجه لمجموعة من الأكاذيب إخوال كيرام إذا كنتوا أول مرة كتشاهدونا ما تنسوش تضغط على الزر لايك تشاركوا معنا في القناة وتبرتجي هذا الفيديو على أوسع نطاق ونبدأوا الحلقة دينا اليوم من القرار دي المحكمة العدل الأوروبية لإلغاء الاتفاقية اللي كان بين المغرب والاتحاد الأوروبي اللي يخصو اتفاقية الزراعة والصيد البحري كينا مش معامل الأسئلة اللي كتطرح واش هذا القرار غذي أثر على العلاقات المغربية الأوروبية والسؤال اللي كتطرح أيضا شنو كيستفد المغرب أصلا هذه الاتفاقية اللي كان دي الصيد البحري والزراعة شنوكي السافد من المغرب ثم السؤال الآخر لكي تطرح ما هي ردود الفعل المرتقبة من طرف المغرب اتجاه هذا القرار المغرب الآن كي تواجه مع غطرسة وعجرفة الاتحاد الأوروبي والمتضرر الأكبر هي إسبانيا محكمة العدل الأوروبية قررتها تصبحت لغي اتفاقية الزراعة والصيد البحري لكي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب واللي على إثرها المنتجات الزراعية والطروة السمكية ديانا من طانجة القويرة كدخل أوروبا بدون عرقلة ولا تمييز قرار المحكمة اللي جاء بناء على التعند قدمات الجزائر عبر فزاعة البوليزاريو كي يبقى بلاحتش أثر فوري حيث هو غير حكم تدائي وما غادي يغير في المغرب والو في انتظار مرحلة الاستيناف إلا أنه غادي يذير أزمة كبيرة في العلاقات مع أوروبا المتعجرفة لأن الغرض الأول جيل المغريب من هذا الاتفاق كان ماشي هو الربح الاقتصادي بل الاعتراف الأوروبي الضمني بمغربية الصحراء كيفاش في 2019 فاش تمت المصادقة النهائية على الاتفاق للمدة ديالو أربع سنوات ديك الساعة ما كان عدنا الاعتراف أمريكي لقونصوليات الأولو يعني كان مكسب سياسي لنا ناخدو الاتفاق في الشق ديال الصيد البحري منه غلقوا أنه كي يعطي الحق لمن يو 28 سفينة أوروبية صيد كيف مبغت في السواحل المغربية الممتدة من كابس بارتيل حتى البيئر الديب والأغلبية فيهم تكين على السواحل الجنوبية هذي 128 اللي منهم يتسفين كل هذي الإسبانيا و28 ديالباقي أوروبا المتغطرسة كتسنزف الأطنان من طروة السمكية ديالنا باش يالله تعطينا 52 مليون دولار سنويا مبلغ هزيل وهزيل جدا بالمقارنة مع الفائدة الاقتصادية الهائلة اللي كتصورها إسبانيا وأوروبا معها الحود ديال المغرب هز تشغيل في جنوب إسبانيا كاملة هنا المغرب ضحى بالمكسب الاقتصادي باش يربح المكسب السياسي الآن ما بقيناش بل ما بغيناش نبقى واقفين عليهم وهذا الشي نيت سبب عدم تحمس المغرب للدفاع عن الاتفاق في المحكمة الأوروبية بنفس الطريقة اللي درها في 2018 الآن رغم أنه جيل ستينة في الطريق المغرب ما خصوش يسكت وخصو يحمر العين في المتعجرفين اللي في الضفة الأخرى ويبين لهم أنه كين أسواق بديلة كبيرة في أسيا وأمريكا اللاتينية اللي غد يتسهل مأمورية التعامل معها عبر ميناء الداخل الأطلسي وما خصوش يدفع لهذا الاتفاق بل يخلي المعني بالأمر الأساسي اللي هو إسبانيا هي يدفع له الحكم اللي اصدر دي المحكمة العادل الأوروبية فهو حكم ابتدائي في انتظار الحكم السنافي واش غادي يتراجع واش غادي يأيد الحكم الابتدائي الآن السؤال كي تطرح شكون هو الخاسر الأكبر من إلغاء هذه الاتفاقية ديال الصيد البحري وهنا الكلام كين حول إسبانيا أيضا السؤال كي تطرح واش المغرب ممكن يمشي في الاتجاه ديال إلغاء الاتفاقية ديال الصيد البحري اللي ما كي السفد منها ولو وهنا السؤال اللي كي تطرح في ديالتنا أهلية طرد المغرب 128 سفينة صيد أوروبية ويحرمنا من الصيد بمياهه الإقليمية قبل أربع سنوات ره كان صدر واحد القرار من المحكمة الأوروبية قرار مشابه لهذا الإصدر اليوم يستثني الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي فرد المغرب بحزم وصرامة بإعطاء للصفو الأوروبية مهل ديال 24 ساعة لمغادرة المياه الإقليمية للمغرب مع منعها مزولة نشط الصيد البحري في المياه المغربي على طول الدفتين المتوسطية والأطلسية حركة ألحقت شلل بأسطول الصيد الإسباني الذي فقد موارده وألحقت به ضرراً اقتصادياً بالغاً ترجم بتحرك إسباني عاجل في كل عواصم الاتحاد الأوروبي تدعوهم لإعادة النظر وترجوهم بعجالة لتعديل الاتفاق ليشمل المغرب بصحرائه وفعلاً تم الأمر يا ترى هل يعيد المغرب سيناريو الصفعة ويحرم 128 سفينة صيد أوروبية من مزولة النشاط بالمياه المغربية علماً أن القرار الصادر اليوم ليس له آثار فوري واقعي يعني السفون غادي تستمر في الصيد حتى يصدر حكم نهائي بالاستيناف وهذا الشي اللي قدنا لكم الإخوة الكرام قبل قليل هو اللي غادي يقع إسبانيا غادي تخرج وغادي تدفع لرأسها والخبر يقول إسبانيا تعارض الاتحاد الأوروبي ببيان شديد اللهجة القرار الصادر اليوم الذي يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتوضح حسب خارجيتها أن اتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيؤثر مباشرة على إسبانيا التي تمتلك 93 سفينة من أصل 128 سفينة أوروبية في تلك المياه الهدف هنا يا دي الوزارة الشؤول الخارجية الإسبانية هو إقناع السلطات المغربية بأن هذا القرار يعود لهيئات قضائية أوروبية والحكومة الإسبانية لا توافق عليه وبأن وزارة الخارجية الإسبانية ستسعى كذلك إلى أن تحول دون عقلة عملية التطبيع الديبلوماسي مع المغرب بهذا القرار الأوروبي وشفتوها الإخوة الكرام لك تكون تايف موقف قوة وشد العصام الوسط وكتعامل بسياسة رابح رابح مع جميع الدول كل جهاد كتولي تضرب لك ألف حساب وحساب وصعيب أنها تفرط فيك صراحة هذا القرار جيل محكمة العدل الأوروبية كل شي شم فيه الريحة جيل فرنسا وألمانيا ألمانيا الإخوة الكرام اللي كان صدرات اللي كان تسرب لها واحد تقرير واللي كتقول فيه وكتحضر فيه الاتحاد الأوروبي وكتحرضوا على أساس أن التقدم دي المغرب السياسي والاقتصادي فهو يهدد مجموعة من المصالح الأوروبية وعلى غد يلقوا أن ألمانيا لجاءت لاستخدام هذا الفزاعة دي البوليزاريو باش أنها تقوم بفرملت تقدم دي المغرب والجوء أيضا للجزائر كوحد دولة ووحد الكيال اللي هو موجود باش أنه يقوم بخدمة هذه الأجندة وفرنسا أيضا اللي اختارت اللجوء إلى التصعيد ضد المغرب اللي خرجت بالقرار القاضي بتقليص تأشيرات الممنوحة للمغاربة واللي غادي نشوفوا الآن شنو كان الرد للسيد ناصر بوريطا وزير الخارجية المغربي وهنا غادي خرج السيد ناصر بوريطا برد قوي على فرنسا وغادي يقول في تصريح بأن قرار فرنسا فيما يخص تجديد شروط منحة تأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة الغير قانونية إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص من طلب ورجال أعمال وغيرهم وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعية غير قانونية كذلك ما ننسوش أننا نتكلم حول الانهيار اللي كتعيش الدولة ديال الكابرانات والافتضاح ديالهم أمام العالم اللي شفنا بأن الصين خرجات مؤخرا وكتفتح مجموعة من الأكاذيب اللي تلفظ بها الرئيس الجزائري في مجموعة من الخرجات الإعلامية دياله وكذلك غد نتكلم على التحرك ديال القبائليين في الاتحاد الأوروبي من أجل الدفاع عن حقوقهم هناك يتعلق الأمر بالتحركات الأخيرة ديال السيد فرحات مهني ونبدأوا الأخبار ديالنا من الجزائر من الشعب القبائلي اللي كي طالب بالاستقلال دياله والخبر يقول تزامن صدور حكم المحكمة الأوروبية ضد المغرب مع وصول فخامت الرئيس فرحات مهني إلى مقر هيئة الأمم المتحدة بجوناف لرفع دعوة قضائية ضد جنرالات الجزائر دعوة غد يكون فيها شق سياسي وغد يكون فيها شق اقتصادي حيث سيطالب القبائليين المحكمة الأوروبية بمقاطعة المنتوجة المعدنية المسروقة من القبائل الأمازيغية المحتلة سعادة الرئيس مهني يشغل كذلك محامي في باريس وقد كلف هيئة محاميين فرنسيين كما استقبله اللاجئين القبائليين في سويسرا المصيب العظمى لإخوة الكرام أنه لا كماليات ولا أساسيات فالزيت والسميد والحليب واللوبيا والعدس أصبحت عملة نادرة أما الكماليات كالفواكه فإن بصبع لا يراها إلا في المناسبات النادرة جدا وهذا جزاء من ينفق المراير لتسليح الميليشيات وتقسيم جاره بدون وجه حق سمعنا مؤخرا في خطاب الرئيس الجزائري بأن القوة الطاربة الجزائرية غادي تنتج اللقاح شيء اللي استغرب منه الشعب الجزائري اللي خرجوك يعبر واشحنا يا ملقي نتمنى كله بقعات غادي نصنعوا اللقاح هنا غادي تخرج الصين دولة الصين وغادي تكذب مجموعة من الإدعاءات الكاذبة للرئيس الجزائري غادي جي الجواب الصريح وهو أن الصين ستنتج اللقاح في مختبراتها وسيتم إرساله للجزائر لتعليبه فقط بمعنى الانبلاج وإرساله في القرى أو العالم من أوامر من الصين وفضيحة أن رئيس الجمهورية يقول بأن القوة الضاربة ستصنع اللقاح لم تكن هناك اتفاقية توقيع مع أي شركات المنتجة كالمغرب ولم يستغرقوا وقتا كثيرا لإنجاز المختبرات والمصانع لإنتاجه إذن لماذا كل هذا الحرج يا دولة مسيلمة الكذاب إلى هنا الحين يا أخو الكرام لا تنسوا تضغطوا على الزر لايك شاركوا هذه الحلقة على وسع نطاق وتنخرطوا معنا في القناة وانطلقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله